السلام عليكم مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات الهلالي اليوم هدي نعود لكم واحد القصة من أغرب القصص اللي تقدر تسمعون في حياتك كاملة اليوم هدي نعود لكم القصة ديال كريم اللي خرجت لها جنية اللي اسميتها شمس الضحق في طريق أقادير وكيفاش غدي ولي صحار وغدي ولي حمق الناس بالصحر دياله على بركة الله نبدأ والقصة ديال كريم وقبل ما نبدأ القصة ديال كريم إلا ما زل ما تشاركش في القناة تشارك فيها وفعل جرس وخلنا شي كوموتر على هاد الفيديو ديال باش ديما نقدم لكم المزيد من الفيديويات كذلك شي جيم بركة الله ديال برقات الله نبدأ قصة كريم وش حال من واحد الدنيا داته بدلاته يونساته بعداته على الأحباب ومن اللي جاي عود قع اللي فاته خلاته يوفى حياته تا يهملي هجواء أوه أقسم لك بالليل هدي أول ملاحظة وصفيت النحس داني أخوين مش داني أخوين نركبها دخيتي هدي هاتي واحد سلاح للأس عينيها أخويا بضر شفت لها مع ذاك الريتروفيزور آه شفت لها في عينيها أخويا بضر وتخيل عينيها كحلا يا أخوين أنا عنداش ديك الفيضية اللي نحنا يا ما عنداش سين الوجهة دياله هاتي خليك تبدل أقسم لك بالليل أخيبه واه ويحسات بيه يحسات بيه باللي أنا ربيتك أنا حك فهمتيني وانا كنحاول أخوين نبيي اللي يبلي واحدة دوك اللي يدين اش عالت بلعاني زمرة لني كنقلب على شي هذا مش عالت يدين يا أخويا وعاتي أخويا ركت لي يدينها كاملة مزغبة يا أخويا وذو كنت تفارع عندها يا أخوين تحطوير يا أخويا واحد ساعة وثاني عاتي بدتك تضحك الراسة يا أخويا واحد ضحك منع وتشكي دير صافي شايفت اني باللي راح صافي عرفت متيني شايفت اني صافي بحال التقنط اني راح عرفت صافي قولنا نشح لده أخويا ما بيش نقف ديك الدلوم ما شعل دك الدلوم وما يبينو لي يدوك الرجلين يا أخويا 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 هدوك الرجلين ديين اللي بقرة أخويا كوحل أخويا القصة دي الكريم غادي تبدأ في شهر 8 يا الله غادي شط الكونجي ديالو غادي بحاول أنه يمشي للأقادير يقضي العطلة ديالو تبع غادي يجمح وجاته وغايدرون في الطنوبيل وغايدرون في الطريق غادي يوصل الطريق ديال أقادير غادي تباليه أحد المرة وما حدو تيقرب لها تيشوفها آية من الجامال كما تيقولها كريم عمرني شتشي مربدك الجامال لف كليبات لف أفلام الجامال ديالها ما تيتوصفش قلت معها راسي نوقف لها ونزوا وندعى معايا غادي يوقف غاية بطمن الطنوبيل يقول لها فين غادة هتقول لها راني غادتين الأقادير يقول لها صافي يلا نوصل لك يلا بغي يطلع في الطنوبيل ديالو غادي يشوف واحد ديالك لبك حل غادي الجاه ديالو هي مخيفهش تيبدين بحين 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 بحليها وقال لي بأن اللحم ديالي أخوها بادر تشوك الزغب ديال شعري ووقف قال لها صافي يا عادك شي عادي تلع معها في الطنوبيل قال لها شو موقفك في هده الليل هذا وقال لي لها رغي عندي شي غارات ردي يمشي نقضيه قال لها شنو اسم يشك؟ قلت يعني الاسم ديالي شمس الضحق وبدت الضحاك ولكن ما بقىش تدي معها وتجيب معها في الهدرة سؤال جواب هو تيحاول انه يجبت معها الهدرة ولكن هي تقول كلمه وتسكتش حال بحينش هو واحد ساعي حتى لوحد الفترة غادي يقول له غادي يرخصني نديها معايا للطار تبعت معايا نقصرون دوزوا حد الليلة حمراء أنا وياه ما يمكنش هذا الزين هذا كامل نزقله نكشي اللي كان تيحاول معها بالهدرة هادي غادة هادي جاية واحد شوية السيدة ساهية مرها هتقول لها فراسك أنا راني تنقراها لي الدين أعطيني يديك قال لي غيش الدات لي في يدي شي واحدة باردة يديها مكلاسية لوحد درجة كبيرة بزاف هي هذي قلت انتها شنو غاي وقع ليك وشنو غاي وشنو هادي هنا كاريم بدأت يدخله شوية دية الشكل ولكن ما زال ما ما زال ما انتيقنش واحد شوية تلاحظ بأن الشكل ديالها بدأت يتبدل العينين ديالها ولا البؤباء ديالهم ولا ذاك البيوضية اللي عندنا كل شي كحل هنا بدأت يتخلح كاريم قال لكل رجلين ولو عندها رجلين ديبقرة وكلها مزغبة ولا تتبع بحال شي فار هنا كاريم في قمة ديال الرعب قال أمه ما يمتيه يا أمه ما يمتيه شتاني لهذا الحالة هذي مرة مرة تيوقي يدير شي حاجة بحال أنه تقلب على شي حاجة باش يشوف تلقاها السيدة تتولي تتضرب واحد الصوت الصوت غريب شوية تقول لها صافي راك فهمتي تقول لها نرى ما فهمت والو تيدير بحال لا أراها ما واقع والو تقول غيف وقاش توصل ذيك الطريق وذيك الطريق حلفات للسالات وهذا كل نار كان ضد فشارت مني بارد بزاف والطريق كانت خاوية بحال لأنه ببعده في ذيك الطريق ما كان معك تشي واحد وتقول لي راك فهم وأنا فهمة تقول لها ما فهمه تقول لي لا راك فهم وسيبدأ الضحك 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 صاف هو تيقول يا رب يبدأ تيعي تيقول لها عافاك وخليني والله يرحم الوالدين وأنا مزاوك فيك فجأة وهي بحالة طنوبيل بحالة صيقة شي واحد غادي تقلب به وهي كان فليل بزاف مني غادي تقلب به طنوبيل غايت ترتقول يا ربك غادي نجا منها ولكن غادي يتقصح وغادي يدخل في كومة وقبل ما يدخل في كومة أتجي إحدى ودنيه أتبقى تقدر لي إحدى ودنيه أتقول ليش جا عندك الضر كو ما كانش الآدان غادي يودن كنت تيتك الولادي يتجع شاوبك ولكن عندك الضر الآدان غادي يودن وهي تمشي مرها غادي يمشي للطبيب غادي يقلس شي يامات في الطبيب لأنه كذلك جانده شي جروح وكلها في راسه غادي يمشي للدار وفي الدار ديالهم غادي يسوه له مالك يلا باغي عود لمو القصة شنوق عليها خرجت لي واحد جنية واكيفة شديرة واكيفة شديرة حتى تسمعوا الغوات في البيت ديالختيو الضرية غادي تحفق الراس ديالختيو في ذي كل اللحظة اللي باغي عود لمو مهم غادي زيام كريم بدأت شاطنه هات الموضوع في باله بغايت تعمق فيه وبدأت يبحث فيه شوية واي القفة في الفيسبوك والسحار الفلان فلاني السوسي غادي يدخل عنده غادي يقول ليها فلان انا بغيت نتعلم السحر سوف يشدو داك الفوضول ديالي بغيت ندخل داك العالم هذا الكامل غادي يقول ليه مرحبا بيك غادي جي عندي البلاصان فلان فلانية وانتلاقاوه خلص عليها الدرجة شأنه داك السحار اللي غادي يعلموه خلص عليها الترانسبور غادي يمشي غايلقاته واحد سيد آخر جاي بايش يتعلم قال لي غادي ديناه لواحد الخلامة فيه اتشي واحد وهذي ديناه لواحد واحد ضرب حالة مبنية غيب الخش وطرويات بلاصة مصخة بمعنى الكلمة اول حاجة غادي ديروها بلا شك تانتو ما عرفتوها ولا اي سحار قبل ما تيدخل لها الدومة هي انك تكفر تقول لي بغيت تتعلم خاسك تكفر ومعلى اسف دك الشي اللي داركاني غادي يكفر اراك ستاج تاني غادي حاول ما عارش ما قديش نقوله حاشا كوم غادي يدير شي حاجة على القرآن صف الله وعيدو بالله من هاشي غادي يقول لي قسمه القرآن غادي يقل سوو ربعين يوم بالجنابة ديالهم هو دك السيد اللي تيتعلمو ومرة مرات يجي عندهم دك الفقية يقولهم عشنو تديروها كيفاش تتعلموها كيفاش تسحروا الناس كيفاش تفعلوا دك الناس قل لي في الليلة اخويا بادر تنسمعوا البناتش تنسمعوا البناتش احنا عارفهم هم مرة ماشي بناتش هم زويناتش تنشو انا ودك الدري تنعزو محاهم الريحة ديالهم حالريحة الميز خانزين شكل ديالهم ديال المرة ولكن دك الشي قمة ديال النجاسة فقل كلنا واحد الريحة فينا خيبة مصخين ما تندوشوا ما تنديرو والو ومهم تيجي عدنا تعلمنا صغرقنا واحد الوقت طويل باش نتعلمو اهراك قلنا دابالفقي يالا سيرو دابا راكم تعلمتم هنا غادي تولي كما تيقولو جنون غادي يوليو بحال انتن قلو تديرو ليه الاشهار فيسا غادي تعرف غادي يولي يسحر مع الاسف للناس هلا حسب ما عاود لي بغاية موكيني بزاف ديالناس يتعادوا عن طريق السحر ونعطيكم واحد الميشال غادي جي عندو واحد المرة هتقول ليه بغيت راجلي يبغيني بغيت راجلي يبغيني يقول لك مرحبا مرحبا نخلي راجلك خاتم في صباحك اها وشنو المقابل المقابل هو الناس معاك قال لي العيالة ديال الرجال عدد كبير ولا يحصى لناس معاهم باش انا الغرض ديالهم اتقضى دائما كنت نسحر ليهم شي واحد تيكون مريد تنقول ليه بأنني بغادي نسحر ليك ولا غادي ندير لك شي حاجة باش ما تبقاش مريده قال لي بالعكس عادة نزيدنا مرضه كتر من اللول ما عليناش واحد المرة غادي جي عندو هات السيدة هات السيدة وغادي تقول ليه عافاك بغيت نحمق فلان غادي يقول له واخا ودكش اللي كان غادي يدير لها السحور وغادي يحمقه وغادي يشوفه ما عليناش كنا واحد السيدة شوفوا الدرجة ديال الحقد ديال الإنسان واحد دري صغير تيقرام زيان تيقرام زيان وولدك السيدة ما تيقراش شوفوا الغيرة في نو السلاجة سحروا الدري صغير فذكش اللي كان قا غادي تيسحر في العباد الله تيسحر في العباد الله حتى لوحد المرة تيجي ودك الناس كام للي سحر لهم حشو ما عليك وتي عدبوا في المنام وسحرتي لينا ودرتي لينا وفعلتي لينا ومعمرنا غادي سمحوليك ومعمرنا غادي ينذيروليك وغا نفعلوليك وغا نتركوليك هنا بدأت يدخلو شو يدي على الراع غادي يحاول باش أنه يبعد من دكش ولكن ججنون ما غادي شي خليوه غادي يقول ليه ويمرضوه ويعدبوه وكل مرات يهددو بأنه غادي يتقتل بدأت يحارب تيحارب قال لي وليت تنفك دك السحور ليك تندير لأنني دمت له حد درجة كبيرة وعرفت بأن المصير ديالي جهنم قال لي دك السيد لي حمقتو حيت له دك السحور وكذلك دك الناس كاملين وليتنحاول أنني نبعد على دكشي وتنتمنى منه أنه يكون بحد من هالطريق هذي كانوا هذي كانت القصة ديال كريم ترجمة نانسي قنقر ينطرف